اشتركوا في القناة بالنسبة لكل المسلمين هي اعلان حرب على كل المسلمين هي اعلان حرب على كل المسلمين لسنا ولا نريد ان نكون في عداء مع احد لسنا في عداء مع الولايات المتحدة الامريكية ولا نريد ان نكون في عداء معها ولكن عندما يمس الامر عقيدتنا ووجودنا لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي لن نقبل بهذا مهما كانت الظروف ولن يمر هذا مرور الكرام العالم الإسلامي بأسره لن يقبل بهذا والعالم المسيحي بأسره لن يقبل بهذا القدس المحتلة هي عاصمتنا الأبدية هي عاصمة وجودنا وعاصمة دولتنا في السياسة يمكن أن يكون هناك تسويات السياسة تقبل التفاوض لكن الدين والعقائد والقيم والأخلاق والتاريخ لا يقبل التسويات ولذلك القدس لا يمكن أن تكون خاضعة لأي تسوية أو لأي مساومة لا يعني هذا بالتأكيد أننا نحجر على أي أحد أن يرى في القدس قبلة له قدسنا ستظل كما كانت مفتوحة لكل المؤمنين مفتوحة لكل الموحدين دين دين مفتوحة لكل الموحدين اشتركوا في القناة